محتوى البرنامج التالي من أفكار وأراء نابعة من معدي ومقدمي البرنامج ولا علاقة لراديو سويالي بها السلام عليكم على فكرة هاي الحلقة مو بمناسبة أنه ترامب صار رئيس أمريكا على فكرة هاي الحلقة مو بمناسبة أنه ترامب صار رئيس أمريكا أنا كاتبتا من قبل من قبل مايربح الانتخابات من قبل مايبلش حملته الانتخابية إذا بتكون لأني أنا أنا بعرف ايه بعرف شو مفكرين بس سيمسنز ومسامير والمحللين السياسيين بيعرفوا يتوقعوا هاي القصص أنا كمان توقعت تعالي لكم ليش لأن التغيرات الجيوسياسية والانقلابات البيولوجية والمخلفات العضوية الناتجة عن أزبالة المحلية أدت إلى انقسامات وهمية وتكريز تكتلات فوقية وتحذبات مناطقية بالإضافة إلى وجود الصراعات التاريخية مما غير بالبنية الجيولوجية للكرة الأرضية وزعزع مفهوم الاستقرار اللامستدام غير المنطقي المرتبط بظاهرة الحتوى التاريخ والرياح الخماسية مما أدى إلى تأخر الخطط الاستباقية في كواليس المحافل وريثة الماسونية التي تتبنى أنزى نزوات النازية وتفشي أفشى أسرار الفاشية وعزز الصراع القائم بين الدول الاستبعادية وأشباهها طبعا بالإضافة إلى اتساع ظاهرة اتساع الثقب الأسود وخطره المهدد للمجرات الكونية وامتداد المد البحري وتجزير الجزر التربيعي وانحسار السمك النهري وانقراض بعض الأنواع القطبية وانحرار في المعيان عن الصفر هالتحليل الشخصي اللي استوحيته من البوستات الخ... قروية اللي أريتها تعقيبا على فوز ترامب بالانتخابات وتنصيبه رئيس للولايات المتحدة الأمريكية فحدث كبير وحيد وملايين من المحللين فبتتخيلوا شو بتشوفوا أشكال وألوانوا بتقرؤ آراء متضاربة في عندك المستنبطين مثلا يلي شافوا بانتخاب ترامب فرصة لاستنباط الأفكار والحقائق عن عالم اليوم ففي منهم بيشوفوا أنه ترامب هو وجه أمريكا الحقيقي اللي كان مخبة وأنه بانتخابه ظهرت أمريكا على حقيقتها وشالت القناع وفي عالم استنبطت أنه الكريزي وورلد لازم يكون إليه كريزي بريزيدند وعلى اعتبار أنه أمريكا سيدة العالم المجنون فلازم يكون رئيسها مجنون بس صحيح في عالم تستنبط أبعد من هيك بتقلك مثلا تجربة الديمقراطيين الحديثة فشلت والجمهوريين معروف عنهم أنه عندهم إيمان بالقادة الله نمطيين تعفهم شو بده هذا وطلب لنا شاي بلا طق طق حلقي في عندك اللي بيستنبط أنه التطرف باليسار وأفكاره أدى لتوجه المجتمع الأمريكي نحو يمين أكثر تطرفا لأن اليسار اعتمد على نخبويات الأقليات وفوقية المهانجرين مما أدى إلى الانتفاخ الطبيعي للعضلات اليمين ووفق متتالية سياسية منطقية سوف يصل اليمين الأبيض الأمريكي لبيور للحكم ليعادل الموازنة ويعدل الانتفاخ العضلي وحتى نحن لم نكن نعرف حقيقة مثل كل الناس لم نفهم ما الذي حصل حتى ظهرت الأمور يعني ما العلاقة بين الإصلاح والتخريب ما العلاقة بين الإصلاح والقتل في بعض الفضائيات أعلنوا عن تخريب أماكن محددة عامة قبل تخريبها بساعة كاملة شو يا نطيف يا نطيف حدا جعشي؟ في عندك المحلل المختصر هذا كتير مريح لأنه بيختصر كل أفكاره بجملة أنه هو كلامه ودرر وحقه ومصاري فما خرج هلأ يشرح مفرداته والنادرة فبيقول لك مثلا الترامب بدع أيوا الترامب لوحة ناقصة لعالم لم يكتمل يعني الترامب يسرع جيفارة مرتين يا ليل كلامين يا راح يا مدام في عندك اللي بيحبوا الدراما فأكيد تحليلاتهم درامية اختصبوا تمثال الحرية ضرجعوا الأمل وداعا للنظافة أهلا بالحقد شكرا لقذارتي هذا العالم نزركت التواليه الثالث باب على اليمين دي دي دينين عندك المستسلمين خريباني وخريباني خليها تشتي خيارة إذا ما كبرت ما تصغر وموازا سيحدث أكثر من ذلك ماذا سيحدث أكثر من الذي حدث؟ أكثر من الأرض الله مامسا في عندك المرعوبين انتو بتعرفوا؟ انتو بتعرفوا؟ انتو بتعرفوا ان الحرب العالمية الثالثة على البواب؟ يا إلهي! ماذا سيحصل لنا؟ ماذا سيحلوا بنا؟ يا إلهي! آه كاندي! هذا رهيب للغاية على الأب عن سيمة! آه لا لا كاندي! بماذا تفكرين؟ آه! الشم تانين! انو خلي هالشعبي تربى ويعرف شي هاني ديكتاتور! عشر قتلى بمظاهرات كاليفورنيا؟ ها 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 ها! ايه دوقوا! دوقوا اللي دقناه! لكن بدكن حرية! بدكن حرية! في عندكن انك تجيه؟ يي يي! صار بأميركا في مظاهرات وانقسامات وانفصالات! وملايين من طلبات الهجرات! تعالى عنا! تعالى عنا ذي البلم! قدموا لجوء بطرطوس! تعالى نعلمكم كيف تلغموا الفلاة في الحبوب جزيرة! يي! ما عاد في امن وامان عندكن؟ يا الله! هلا ما عاد تقدر اختلايا لجون ترجع ساع 3 بالليل لحالا! ها إي حرقدي ننكتة بقى! ام تحت اخلاص! تانطررارا! تانطررارا! تانطران! هاد المقارن ما بيخترع صفة بس بيشبه دائما كل شي بكل شي يعني بيخلي صفات فلان تطلع قريبة من صفات عالتان وبيقارن بيناتهم فبيقلك مثلا ترامب ترامب هو بغدادي الغرب أو القزافي الحيء أو أسد أمريكا المهم يقارن أنه هو بالي على التاريخ وهاضم الحاضر وعم يشتر المستقبل وعنده خبرات بعلم الفراسي فبيقلك مثلا أنه تحت عيون ترامب بيشبه تحت باط كيم جونج أون أو لون شعر ترامب واضحة في الجينات القوقازية وإذا بتلاحظوا الأكسنت تبعه بيبين معكم أنه اجداد اجداد اجداده استراليين فراسي فراسي حضا عطش ناولنا بالعطمية يا كرمال الله أولا خلينا نحط الأمور على النصابة أريش شو الفرق بين المتميز والمتفوق وهذا سؤال ده من أنا بسأله أو بسألوني يا خلينا حاول بسط لك يا شوي في عندكم السوريين اللي بأمريكا يعني هاي فيك تسميهم قلب الحدث وخاصة اللي عم يبسوا لايف ويخبرونا شو عم بصير أول بأول أنه هنا بيعرفوا أكتر منا بتعرفوا هنا بقلب الحدث يعني السوريين اللي هون صراحة متخوفين من الفوضى اللي صايرة هون بأمريكا هون هون نحنا هون عنا هون هون بأمريكا هون هون نحنا السوريين هون متخوفين بأمريكا هون وانتوا هنيك نحنا هون وانتوا هنيك فنحنا بنعرف أكتر منكم عم نشوف كل شي لايف ورح نشارككم فيه إذا في أسئلة لا تخجلوا لأنه نحنا بنعرف أكتر منكم نحنا هون منجاوبوا مننقلكم الأحداث لحظة بلحظة مع تحليل شخصي متفرد بيجي هيك بيجي بكج كاملة انه بتحسوا ناطر هالفرصة من زمان انه هلأ هلأ اجت فرصته خيوه ما رح يبطأ النت بالأحداث بأميركا او مثلا اني نقطع لتاخد بريك وتريحنا شوي تحليلاتك هاي جايز حب خبركم انه أنا غطي تيارتي مباريح بنيويوك وحابب اعمل شاوراوت لكل الاميغران اللي سافروا هيجروا على اميركا ورجعوا بهك اكسنت زفت اها في عندك اللي ابضوا القصة جد وبلشوا يتخانقوا عليها نظامي وسلخ كومنتات وإهانات ومزاودات لكن لا لا يا شباب روءوا روءوا ما بدا عادي عادي مرشح وربح كربوج وشعره أصفر ليش لما ربح ميشيل عون ما تخانقتوا آه ولا هداك ما له رئيس يعني ولا ما له معب عينكم مثلا هاي السيسي رئيس ليش ما تخانقتوا بسببه بشار الأسد صغلوا 16 سنة رئيس ضليتوا صحاب بتخلوا ترامب ترامب هلا يفرقون اخس تخلوا اليمينيين يفرقون يقلت يمين يقلت يمين يا أخ يخ بيخ بلش تحلل أنا كمان كش بره وبعيد شفي يمين شيمين ياسعر 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 بما أنه مثل ما قالنا حدث واحد وملايين المحللين فبصير كل واحد بديو يتميز بتعليقوا على القصة مثل ما تعودنا يعني فبينص المعمعة بيطلع لك واحد فيك فجأة بيقلك عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أيوة جديدة هاي حلوة حلوة قوية ماكنة ملفتة للنظر أشتبت يدا أبي لعب وطب الله يتقبل بنا يا شيخي الله يستلم التمشيخي بس تلزوه بس عن جد عن جد مهو القصة مهو القصة القصة اللي ما عم تدخل براسي أنه ليش كل ما بصير حدث لازم الكل يشارك فيه ليش صعب يكون في متفرجين يعني يعني كل بدو ينزل على الملعب بس كأنه شكلا ما بتزبط هيك السيستم أخي والله العظيم يوم اللي ربح أخونا ترامب نقز قلبي من منظر الفيسبوك قلت لازم شير شي تماشيا مع الحدث يعني ما بصير وحسيت إذا بدي أحكي عن شي تاني ما له علاقة بالترامب كفر أو هلأ إذا بدي شير شي ما له علاقة بالموضوع رح يتهموني المحللين بالفصام والانفصال عن الواقع طب شو دخلني أنا طيب أنا عايشة معه بنفس البيت لس دلمي لك فيه عالم إذا بدك صاروا يرفقوا كل شي بالترامب لا يبينوا من سجمين مع الحدث حتى لو الموضوع ما له علاقة أنه اليوم طبخنا ملوخية مع ترامب أو بعيدا عن ترامب 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 من بيرلين إلى بيروت هذا غير أنه طلع السيسي سبب نجاح ترامب وأنه ترامب طلع سوري أصلا من ريف درع الشمالي مثلا أنه أصلا هو مو ترامب ترامب من ترمبة هيك بالأولى مثلا فتوى لك لا تدبقني دبقني يا خربت ديارك إلهي حل عني يا حبيبي وبيجيك هاد اللي ما عنده رأي بالقصة بس بده ينسجم مع الحدث فبيشير للكل بيفتح صفحته باركينج يا معلم كل شوي بصف فيها بوست لحدة أشكال ألوان حسب المود والفقسة بفيق مكتئب بشير بوست الشمتان بيشرب قهوة هيك بروق شوي بشير بوست النكاجي بعدين هيك بحس حاله عم متساخف فبيشير للمستنبط بعدين بيرجع بينتزع مراقب بيرجع بشير للشمتان وهيك لكن ليه والله مو عيب الواحد ما يفهم بالسياسة يعني ليش هي السياسة فهماني حاله أصلا قال سياسة قال نياع السلام عليكم بيشلي بيشلي بيشلو بيشلي كل ما خل شني 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 ترجمة نانسي قنقر